ما أصل مبحث الوقف على أواخر الكلم وما معنى الروم والإشمام والاختلاس وما الفرق بينها أيضا ما الحالات التي لا يدخلها الروم ولا الإشمام وما مذاهب القراء في الروم والإشمام بالنسبة لهاء الضمير في هذه الحلقة والحلقات القادمة إن شاء الله سنجيب على هذه الأسئلة وغيرها من خلال شرحنا لآخر باب من أبواب منظومة المقدمة الجزرية ألا وهو باب الوقف على أواخر الكلم فتفضلوا بالبقاء معنا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم من جديد إذن أيها الإخوة وصلنا معكم بفضل الله عز وجل إلى الحلقات الأخيرة من برنامج الشرح الميسر لمنظومة المقدمة الجزرية مع كتاب التجويد المصور وبين أيدينا باب الوقف على أواخر الكلم وهذا الباب هو باب تكميلي متمم لمباحث علم التجويد ويحتاجه المتخصصون في تعليم القرآن الكريم لكن قبل الشروع في الشرح دعونا أولا نمر على أبيات هذا الباب إذن باب الوقف على أواخر الكلم قال الإمام بن الجزري رحمه الله وحاذر الوقف بكل الحركة إلا إذا رمت فبعض الحركة إلا بفتح أو بنصب وأشم إشارة بالضم في رفع وضم فإذن في بيتين من الشعر لخص لنا الناظم كل ما يتعلق بهذا الباب لكن أيها الإخوة ولكي نبدأ هذا الموضوع بشكل صحيح لا بد لنا من مقدمة أساسية نتعرف من خلالها إلى أصل هذا المبحث ففي البداية هذا الباب اسمه باب الوقف على أواخر الكلم يعني هذا الباب يبين لنا كيف يكون الوقف على أواخر الكلمات القرآنية فكما تعلمون إخواني أثناء تلاوة القرآن الكريم نقف أحيانا على كلمات آخرها فتحة أو ضمة أو كسرة وأحيانا نقف على كلمات ساكنة وأحيانا أخرى تصادفنا كلمات منونة أو مشددة أو منتهية بتاء مربوطة وغير ذلك ففي باب الوقف على أواخر الكلم نتعلم كيفية الوقف على هذه الكلمات القرآنية ونعرف أيضا عدد الأوجه الممكنة للوقف على كل كلمة منها ولتوضيح الفكرة أكثر دعونا نستعرض كيف تطور الوقف على أواخر الكلمات لدينا هذا المثال جاء المعلم فكلمة المعلم منتهية بميم مضمومة وفي فترة من الفترات كان الإنسان العربي يقف على آخر الكلمة بالحركة الكاملة فيقول جاء المعلم فيقف على ضمة كاملة أو يقول مررت بالمعلم فيقف على كسرة كاملة أيضا وذات الأمر بالنسبة للفتحة كانوا يقفون على فتحة كاملة رأيت المعلمة لكن أيها الإخوة الإنسان عندما يقف أثناء الكلام فإنه يقف عادة ليستريح وهذه الاستراحة لا تتحقق عندما يكون الوقف بالحركة الكاملة ولهذا السبب ومع مرور الزمن صار الإنسان بالفترة ودون أن يوجهه أو يعلمه أحد صار يخفض صوته بالحركة عند الوقف فبدل أن يقول جاء المعلم بضمة كاملة صار يقول جاء المعلم هكذا وبدل أن يقول مررت بالمعلم بكسرة كاملة صار يقول مررت بالمعلم وهذا ما يسمى بالروم أي الوقف بجزء من الحركة وليس بحركة كاملة ويكون على الضمة والكسرة ومن خلال الوقف بالروم استطاع المتكلم أن يحصل شيئا من الاستراحة عند الوقف مع ضمان أنه لم يفت السامع شيء من المعنى واستمر الحال كذلك مدة من الزمن إلى أن اكتشف الإنسان وبفطرته أيضا أنه إذا وقف بالسكون وأشار للحركة إشارة بالشفتين فقط من دون الصوت فإن معنى الكلام لن يتأثر فصار لدينا ما يسمى بالإشمام ويكون على الضمة فقط هكذا جاء المعلم ففي الإشمام نسكن الحرفة ثم نضم الشفتين من غير صوت ثم إن الإنسان في فترة لاحقة وجد أن ضم الشفتين من غير صوت فيه جهد زائد وفيه مشقة وتكلف ووجد أيضا أنه يمكن الاستغناء عن ذلك والوقف بالسكون مباشرة دون أن يفقد السامع شيئا من المعنى هكذا المعلم جاء المعلم وبهذه الطريقة صار لدينا ما يسمى الوقف بالسكون المحط والسكون المحط هو السكون الخالص المجرد من الحركة أو شبهها كالروم والإشمام فإذن أيها الإخوة هكذا صار التدرج والتسلسل في كيفية الوقف على أواخر الكلمات في البداية كان الوقف بالحركة الكاملة جاء المعلم ثم صار الوقف بالروم وهو عبارة عن حركة صوتها منخفض جاء المعلم مررت بالمعلم ثم ظهر بعد ذلك الوقف بالإشمام وهو الوقف بالسكون مع ضم الشفتين من دون صوت يعني عبارة عن صورة فقط ويكون هذا عند الوقف على الحرف المضموم جاء المعلم ثم كان أخيرا الوقف بالسكون سواء كان الحرف الموقوف عليه مضموما أو مكسورا أو مفتوحا جاء المعلم مررت بالمعلم رأيت المعلم وكل هذه التطورات والتغيرات في الوقف على أواخر الكلمات سببها أن الإنسان بفطرته يبحث عن السهولة أو ما يسمى الاقتصاد في الجهد العضلي ليس في النطق فقط إنما في كل شيء وهذا يعني أن الإنسان إذا أراد القيام بعمل ما وكان أمامه طريقتان إحداهما أسهل من الأخرى فإنه تلقائيا ودون أن يوجهه أحد يختار الطريقة الأسهل كذلك الأمر فيما يتعلق بالنطق إذا أراد الإنسان أن يعبر عن أفكاره وكان أمامه أكثر من طريقة فإنه لا شعوريا سيختار الطريقة الأسهل والأيسر للتعبير وطبعا هذا لمسناه بوضوح أثناء استعراضنا لهذا التسلسل فالفرق واضح أيها الإخوة بين الوقف بالحركة الكاملة وبين الوقف بالسكون وبالتأكيد الوقف بالسكون أسهل فإذا أيها الإخوة هذا هو أصل مبحث الوقف على أواخر الكلم علما أنه في الفترة التي نزل فيها الوحي كان الوقف بالحركة الكاملة قد اختفى من كلام العرب وبقي منهم قليل ممن يقف بالروم على الحرف المضموم والمكسور وقليل يقف بالإشمام على المضموم أما غالبية العرب فكانت قد استقرت على الوقف بالسكون المحط ولهذا قال الإمام ابن الجزري رحمه الله وحاذر الوقف بكل الحركة أي احذر أن تقف على آخر الكلمة بحركة كاملة يعني فتحة كاملة أو ضمة كاملة أو كسرة كاملة لماذا؟ لأن هذا مخالف لكلام العربي في زمن النبوة ولذلك إخواني القرآن الكريم لم يروى إلينا بالوقف على حركة كاملة إنما روي لنا بالوقف بثلاث كيفيات فقط هي الروم والإشمام والسكون ثم قال الإمام ابن الجزري إلا إذا رمت فبعض الحركة إلا بفتح أو بنصب إلا إذا رمت أي إذا أردت أن تقف بالروم فبعض الحركة أي بحركة منخفضة الصوت إلا بفتح أو بنصب استثنى الفتحة لأنه لا روم ولا إشمام في المفتوح أما الكسرة ففيها الروم فقط وأما الضمة ففيها الروم والإشمام الآن دعونا ننتقل إلى تعريف الروم الروم هو خفض الصوت عند الوقف على الضمة أو الكسرة بحيث يذهب معظم صوتهما فالروم في اللغة من رام يروم رام الشيء بمعنى أراده أي طلبه ومنه قول السخوي رحمه الله يا من يروم تلاوة القرآن يروم يعني يريد ورام الحركة أي أرادها وطلبها أو أتى ببعضها وأما الروم في اصطلاح المجودين فهو النطق بحركة منخفضة الصوت ويكون عند الوقف على الحرف الأخير من الكلمة إن كان مضموما أو مكسورا ولا يكون على الحرف المفتوح الآن لاحظوا أيها الإخوة كيف سنقرأ هذه الأمثلة بالروم فهذه أمثلة الضمة الآن ننتقل إلى أمثلة الكسرة الدين مالك الفيل هكذا فلاحظتم أيها الإخوة نحن لم ننطق ضمة كاملة لم نقل مثلا نستعين إنما أتينا بجزء منها هكذا نستعين هكذا وكذلك لم ننطق كسرة كاملة مالك هكذا إنما نطقنا جزءا منها مالك هكذا وهذا الجزء كما يقول العلماء يعادل ثلث الحركة يعني لو أمكن لنا أن نقسم صوت الضمة أو صوت الكسرة إلى ثلاثة أقسام فإنه يذهب الثلثان ويبقى الثلث وبالتالي فإن ما نسمعه هو عبارة عن حركة صوتها قصير فعندما قصر زمنها صار صوتها ضعيفا ولهذا السبب فإن الروم يسمعه القريب المصغي دون البعيد وهنا قد يسأل سائل لماذا لا يوجد في الفتحة روم ولا إشمام السبب كما قال العلماء هو خفتها وسرعتها في النطق فلم يكن القراء يقفون بفتحة صوتها منخفض أو بجزء من الفتحة وبهذا أيها الإخوة نصل إلى نهاية هذه الحلقة في لقائنا القادم إن شاء الله لدينا مقارنة مهمة بين الروم والاختلاس وأيضا سنشرح كيفية الوقف بالروم على الحرف المنون بالإضافة إلى شرح القاعدة التي تقول الروم حكمه حكم الوصل وحتى ذلك الحين أترككم في حفظ الله ورعايته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر